أكثر من خمسمائة شخصية يمنية غلبيتهم من أصدقاء السعودية وأتباعها المحليين سيحضرون مؤتمرا دعاهم إليه مجلس التعاون الخليجي رفض الحوثيون حضوره ويتوقع أن تضيف مخرجاته عنوانا جديدا لمرجعيات العملية السياسية المتعبثرة في اليمن الحكومة اليمنية استجابت لحضور مشاورات الرياض وقال وزير الخارجية أن الحكومة تتعامل بمسؤولية كاملة مع كل ما يطرح في الوقت الراهن من مشاورات دعت إليها دول مجلس التعاون الخليجي ودعوات أممية مماثلة من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين بالتزامن مع المشاورات قالت وكالة رويتز للأنباء إن المبعوث الأممي إلى اليمن أعد اقتراحا لهدنة إنسانية لمدة شهر يسمح خلاله للناخلات بالوصول إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون وتسير بعض الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء ويحضى المقترح بدعم الولايات المتحدة وأطراف أخرى ميليشيا الحوثي وصفت مقترح الهدنة الأممي بالإيجابي غير أن الوقائع على الأرض تتناقض مع تلويح بالاستجابة للهدنة حيث أكدت مصادر ميدانية في محافظة مأرب استمرار ميليشيا الحوثي بدفع تعزيزات عسكرية إلى محيط المحافظة بانعقاد المؤتمر الأخير نصل إلى النسخة الثالثة من مؤتمر الرياض حيث يضيف كل مؤتمر أطرافاً جديدة للعملية السياسية تحت غطاء الشرعية والوافد الجديد هذه المرة هي الميليشيا التي يقودها طارق صالح بتمويل من التحالف السعودي الإماراتي وبحسب مراقبين فإن طريقة إدارة التحالف للأزمة اليمنية تثير علامات الاستفهام حول مدى تحول اليمن إلى مختبر تجارب سياسية وعسكرية وما إذا كانت تلك التحركات تهدف إلى تقسيم اليمن ونهب ثرواته ترجمة نانسي قنقر